وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كلام فقريين يا برد إلا رضا قرأت فأكفر مناء ثم نع شيراكك وإلا رضا فأكفر مناء ثم نع شيراكك وإلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان الحميم الصحيم كان يحيانا أفضل الطعام وأفشل السلام وأسفل الطعام وصروا بالليل والناس الياه ومعطال نبيل صلى الله عليه وسلم كلا في عمي من أبي طائل بسنة الأسل قيلة من جنة الوحى يرى طاقلها الباردها وطاقلها من طاقلها قيلة من يا رسل الله طاقل الأمهار المحام وألال الكلام أو أطاع الكلام وصر للليل والناس الياه كذلك بالموجه كأن الحي كذلك الزكاة ومعطاق الزكاة التي يزق بها مال المسلم التي تحصن أموال المسلمين التي تنشو المضيطة بين المسلمين التي تنشو التكاكل بين المسلمين التي تمكن المسلمين فيها في القارل فلن تمكنها في مجرم عادنا ولا ندعونا للعزة ولا ندعونا للتكاة والوجاهة إلا إذا أرفعنا بسبينا التلاقل والعالم ما قال سبحانه وتعالى في مجرم التنزير الذين في المكة ناروا في القارل على الصلاة والآخر السجاء والآخر المعروفين والآخر المفكة والآخر الله كبارك وتعالى على السجاء ولا تكون السجاء صالحة إلا إذا ندعونا للعيحة وأعطى جاء الله لبارك وتعالى من اسم حقه هذه السجاء في سورة الدولة بمحار سبحانه وتعالى إلا الصلاة والمقار والمساديم والآخر من عيال والمؤلمة تكون روحا وفي المقار والغالي منك وفي سبيل الله وبالسجيل فهي برمي الله والله عليم إلا الصلاة والمقار والمساديم في بناء منازلهم وفي بلاسهم وفي أكلهم وفي شرقهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صار الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنكسك السم لله كسر الله كبارك وتعالى وفضل التفتع وفضلتها بالبنية بسردية عن المسلول قال 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 يومي شرقنا سجر من قيامك أشعر ما يكون وأعرى ما يكون وأعشى ما يكون فمن كسر الله كسر الله ومن أطعم لله أطعم الله ومن أشعر لله أو من أجل أشعر من أجل الله أن يقوم على صحة الله ومن عفى لله عفى الله كبارك وتعالى الإنسان عليه أن يقوم ومن أجل الصدقات لأن الصدقات تدفع قدر رب الصدقات تدفع قدر رب وتدفع خطيئا الصدقات كدامي المرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داموا مرهر بالصدقات الصدقات كذلك تدوى عن أمدكا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كباري المرهر الصحيح تدوى عن أعراضكم بالصدقات كذلك الصدقات وحبه في الكناس وتزينه في رسكتا وتزينه في المالية قال النبي صلى الله عليه وسلم كباري المرهر كباري المرهر لكبشة من المالي فلات القرص معره والحكيم حكيمة مع مقور ما نقص صرحة من ذلك وما أقول كباري المرطبة وصبر إلا زاد الله بها عزة وما فكحت عبد الباب بسالة إلا فمحطار لو بها اجدال فعر وحكيم الحميد وحكور إنما الجنيا بأربع واجمت آداء الله عندنا ومالا فهو تبتقي في رغبة ويسر فيه رحيمة ويعلم الله فيه أقصى وبأورع المنازل واجمت آداء الله عندنا ولا يرتيه مالا يقول لو أن المنازل نعمل بعمل غلام كالصدق وفي أطعام الجابع وفي إكسار القريان وفي معاونة الضائف والكلف فهذا فهو من ينه واجم ما سواله وعلى رجل لم أعفر الله قاله ولم يُعطيه علما فهو يتخطط فيه بجهده يشعر فيه الحمد ويسري به وينفو به ويعصي الله فيه تبارك والعالم فهو بتحكة المنازل ورسل لا يمكي بلاك لا مالا ولا علما يقول لو أن المنازل فعمل بعمل بلاك أين لا عصير لا تبارك والعالم وطق برد فيهن النساء في المداد الخطير وفي مواقع المعاصي وديون مهوى من الجنب ومسلوب السماء إن الصدق من خطف ورحم إن الصدق إن الصدق إن الصدق أطيش عن الملائكة تبدو لك الحيوى المسلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكي من الله ويطيب الله تبارك وتعالى الملكة يقول اللهم أعطي منفقا خلقا اللهم أعطي منزقا تبارك والله تبارك وتعالى يستجيل لأن من تصدق بصدقه فإن الله تبارك وتعالى ينفي لك الصدق ويسيرها حتى تكون من الجنال ولقد تصدق أرحمك المواعبا بالميلة ألمها شعر كمرك فأعطت رحيلة نصفها وأعطت الكفر نصفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدخل من الجنة أو قالت إن الله أعتقها بها من الله لأن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن تقلها ولو بشد قهر إن تقلها ولو بشد قهر قل إن ترجوك أن ترد كذلك وفعل الخطار ألكن أن أنت مع اليدامة والمساقين والبعباء قلوا بالحاجة مما العجرمزين ومما الفطراء ومن النساء وقد كانت آيك بسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكت فيه خديجة زوجه رضي الله عنها رضي الله والكلب هو الحكير والكلب هو الحكير والكلب هو الحكير والكلب هو العالم أن تقلها أن المحصلة لاستعرد فهذا كله كان والإنسان حين أن أن يرعى الجانب أن تقلها أجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاة اليكين كهائين متجنة أنا وكاة اليكين كهائين متجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ألم يرحى صقرنا ويوقع حيثنا ويوقع حيثنا ويوقع حق عاربنا ولكن كان أحد الصافينا كان أحد الصافينا يلقوب عن المساق الذين وعجيزهن ويضيهن حواجعن وإن الفقهار وإن الحجيزهن لا تسكد لا تشد من مجرات المساقية خصوصا في نور الحجال خصوصا في نور الأيداء خصوصا في الأياء وفي المراضة الناهية التي التي حجي مع الناس أولئك الذين الذين أن نسمي فيهم عنه أن تسمك لي أعطيك وكذلك رحمة الشرطان الله تدار وتحدث والقال ما قالت تحسبها من أهليات من التعقب لا يسألون الناس بالحاعة لا يسألون الناس بالحاعة أن قال الرحب الصالحين لو كانت الدنيا كلها في لقمة واحدة لو كانت الدنيا عندها في لقمة واحدة وجاءني أحد وجاءني أحد من المسلمين لأحكبت أن أضاعها في المن إنه الإيطار إنه إنه تفضيل الناس على على نفسها فأن نبلغ درجة نصار إن علينا أن تغفر خيرك عن نفسها قالت ويفكرون على نفسها وذل كانت له القصاصة ويفكرون على نفسها وذل كانت له القصاصة جاء رجلا إلى سبيان الثويل وكانت فيونا فضعنا أما يا سبيان أعطني كي تسجد لي بعضه وذلك سبيان فقال لكم سوجه لماذا تنكي يا سبيان قال لقد جاء من ذلك المذيون فراحيت بما سأل ولكن لأذي بأنني لم أتحرم إلى ذلك المذيون قبل أن يسأله لم أتحرم إلى ذلك المذيون قبل أن يسأله وكذلك الصاعدين أن يجبه قريب الفقراء وأن يهدش مع الفقراء وأن يجبه الأمام الأياء وأن يجبه خارجا أن يجبه لكي يلحب على من يردونهم صدقاتهم وأن وصلوا صدقاتهم والله اتبعنا صدقاتنا والله وندينا السكاة للا رقيت في المريك ساكلة وللا رقيت للبين عاكلة وللا رقيت في السجن العاكلة ورغم أن الجنود في المغاشر لأقفر الجفور من المدامع ولم في الشعار من المجتمع كما يجبه صدقات كذلك نوجه الضرب المساعدة في طار وأن وهتنف عامك من أجل من أجل أن أن يضع مقارك بالإلم وأن يتفض مع فضل الإلم الشرعي والدين فيه لكي تنشأ ضمنها قمة القضية في علمها هون من تأشاء هون من ليست فيها جاهل لأن الله تكافت ومعرف الشعر والإلم وإن الحلماء ورغب الأنبياء وإن الأنبياء تستغفل بطار العلم وإن حق الحكام في البعض وإن الأنبياء فكذلك رغم أن يشتح لطار العلم وإن الأنبياء وإن الأنبياء تكوة الهدرح وإن 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 أنك مطار تلك لأن تريد شارك في طلب العلم فإنها ستكونك صلاة جارية بصدار لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تلك الآن وإن صلاة جارية ولكن صالح يدعو له وإن بلده في صدور الإجابة ليس أن يكون متعلم في العلم ولكن تلك أن تكون بجواب علمية أن تنفق على طالب العلم فهذا من أسباب بلد العلم في صدور وإن اليوم القيامة ستلقى بحسنات بالقالة جبال كفر في المنزان لا تعلم من أين أتيتها وماذا عدلت جمحة الدمار عدل عدلت جمحة الدمار جمحة تدفعه في حقه وفي مكانه وفي مستحقه حين لك من أن تدفع ماذا كثيرا في غير حقه وفي غير أكاله وفي غير أكاله وفي غير ميتة وفي غير إخلاص كذلك علينا أن نعتدي بالمجة التحقية بأن نبني وأن نبني وأن نبني وأن 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 نعيد نبني وأن نبني وأن نبني وأن نبني وأن وأن نبني وأن نبني وأن نبني الله الفقراء للآليات ولكن جعل فيه حقا للفقراء او كما قال ربنا تباوة وتعالفة الحبيب القدسي الجليل الأميان مكلائي والفقراء والجيجي فأتبغي للفقراء النيان على فقاري أدخلتهم نالي وآلو على العمل الجنائي أحبو على العمل الجنائي فإن للعمل الجنائي تجتم فيه النية وتشمع فيه الآراء وتشمع فيه وتشمع فيه الأبقاء وبذلك تزداد البركة وبذلك تزداد تزداد فقا في الله كفارك وتعالى وبذلك يجلب ذلك الأعمل بمدال النيان وباشتماع النيان ما قد يكون وحي وحما في باشي واحد لكن هي من خاطص لله كفارك وتعالى أي تقبر الله ذلك الأعمل ويباري الله فيه وآلو على العمل أسنع الله تدارك بعد أن تكون فيها الأعمل صلاة وأن نعينا على طرق الخير وأن نعينا على طرق الخير إنه من يذلك وقالوا عليه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر